السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة غرزة جديدة اللي صورتها ظهرت في اول الفيديو. الصورة دي جميلة جدا ممكن تستخدم كغرزة سيفي لبلوزة او بلرو. ممكن تستخدم انت ممكن تستخدمها كاسكارفة او تستخدمها ايا كان مفرش زي ما تحبي. الغرزة دي جميلة جدا وسهلة جدا. نبتدى نقول بسم الله. هناخد سنسلة بالمقاس اللي احنا عايزينه. احنا بنعمل عينة مصغرة بشكل الغرزة. بعد كده هنعمل ايه? نسيب خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وندخل في السنسلة الستة. وناخد عمود. وبعد كده. ناخد سنسلتين. وناخد عمود في نفس المكان. بعدين ناخد تلات سلاسل ونسيب تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة ونخش في تالت سنسلة. هدي كده ناخد تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وتالت سنسلة نقرر تاني اللي احنا عملناه. واحد اتنين تلاتة. نخش بعمود. واتنين سنسلة وعمود في نفس السنسلة. وناخد تلات سلاسل نقرر تاني. هي غرزة تكرارية. واحد اتنين تلاتة. وناخد غرزة حشو. وتلات سلاسل. ونقرر تاني. نسيب تلات سلاسل. ونقرر تاني. ندخل في السنسلة رقم تلاتة. ونقرر الرسمة تاني. عمود وسنسلتين في نفس المكان. وناخد تلات سلاسل. ونقرر تاني. وننزل في الغرزة في السنسلة الثلاثة بغرزة حشو. وتلات سلاسل. ونقرر تاني. عمود. السنسلة التالتة. عمود. وسنسلتين. وعمود في نفس المكان. وناخد تلات سلاسل. وهكذا لنهاية السطر. ننسيب. ندخل في السنسلة رقم تلاتة. وتلات سلاسل. يبقى تلات سلاسل نقفلها في غرزة حشو في السنسلة التالتة. وتلات سلاسل. وعمود. وسنسلتين. في نفس المكان. وبعدين ننهي السطر. ناخد سنسلتين. وعمود في تالت. سنسلة. هنقول تاني عملنا ايه? خدنا سنسلة بالعرض المطلوب. دخلنا سيبنا خمس سلاسل ودخلنا في السنسلة الستة. وخدنا عمود وسنسلتين وعمود في نفس المكان. وبعد كده تلات سلاسل وغرزة حشو نقفلهم في السنسلة رقم تلاتة. بعد كده تلات سلاسل وناخد عمود وسنسلتين وعمود في نفس السنسلة. وهكذا لنهاية السطر. السطر رقم اتنين هنعمل ايه? هناخد خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وندخل بين العمودين والسنسلتين ونعمل سبع عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بعد ما ناخد السبع عمدان في نفس في نفس المكان اللي فيه العمود والسنسلتين والعمود. هنقوم دخلين على طول بدون اي زيادة في العمود والسنسلتين والعمود اللي بعد. ونسيب المكان اللي فيه تلات سلاسل وغرزة حشو تلات سلاسل. ناخد سبع عمودة ونكرر. اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة ستة سبعة 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 ندامة وندخل نسيب الغرزة التلات سلاسل وغرزة الحشوة التلات سلاسل وندخل فيه الغرزة اللي فيها عمودين وعمود وسنسلتين وعمود. في نفس المكان وهكذا بنهاية السطر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة غرزة شكلها جميل جدا اهي اهي اكمل باقي السطر وارجعلكم نشوف معانا مع بعض السطر رقم تلاتة ورجعت عشان انهي معاكم السطر التاني ونبتدي في السطر رقم تلاتة نهاية بعد ما اخدنا اخر سبع عمدان في الوقت. الغرزة في الغرزة اللي فيها العمود والسنسلتين والعمود ناخد سنسلتين وندخل في تاني سنسلة موجودة معانا في بداية السطر. السطر رقم تلاتة هنعمل ايه? هناخد بداياتنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونعمل نفس العمود والسنسلتين والعمود في نفس المكان هنعملهم فين في رابع عمود ندخل في السنسلة بتاعت رابع عمود بحيث أن الرسمة تكون في النص بالضبط يكون هنا من هنا ثلاث عمدان ومن هنا ثلاث عمدان والرسمة في النص في العمود رقم 4 1 2 3 4 في سنسلة العمود رقم 4 هنقرر اللي عملنا في السطر رقم 1 عمود سنسلتين عمود في نفس المكان عمود سنسلتين وعمود في نفس المكان وهنكرر تاني تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة وندخل بغرزة حشو بين السبع عمدان وبعضها هنا في المكان الفاضي ده في المكان الفاضي ده ناخد غرزة حشو نكمل تلت سلاسل بعد غرزة الحشو وندخل في العمود رقم اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة بالعمود والسنسلتين والعمود في نفس المكان عمود واحد اتنين سنسلة وعمود في نفس المكان في السنسلة سنسلة رابع عمود بعد كده تلت سلاسل فرزة حشو تلت سلاسل والعمود رقم اربعة نعمل في عمود وسنسلتين وعمود لنهاية السطر هكمله نرجع ننهيه مع بعض هننهي السطر بسنسلتين وعمود في السنسلة رقم اتنين السطر اللي بعد كده هنكرر نفس اللي عملناه قبل كده خمس سلاسل البداية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وندخل في الرسمة اللي فيها العمود وسنسلتين والعمود ونعمل فيها سبع عمدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ونسيب المكان اللي فيه تلات سلاسل وغرز الحشو تلات سلاسل وندخل على طول في الرسمة اللي بعدها اللي فيها العمود والسنسلتين والعمود في نفس المكان ونعمل سبع عواميد وهكذا لنهاية السطر هده كده اربع عواميد خمسة ستة سبعة وهكذا وندخل في الرسمة اللي فيها نسيب التلات سلاسل وغرز الحشو التلات سلاسل وندخل في الرسمة اللي فيها العمود والسنسلتين والعمود وهكذا لنهاية السطر وارجعت لكم بعد ما اشتغلت اكتر من سطر في الغرزة عشان تشوفوا الشكل بتاعها غرزة جميلة جدا تنفع مفرش او بلوزة او اي حاجة انت محتاجاها او سكارف جميلة جدا لو خيط قطنة ممكن تنفع بلوزة صيفي لو خيط صوف ممكن تنفع سكارف او بلوزة شتوي غرزة جميلة ممكن تتعمل منها مفرش مفرش تتعمل منها حاجات كتيرة جدا وغرزة تكرارية ما فيهاش اي حاجة والنتيجة بتاعتها جميلة جدا اتمنى انتو تجربوها ولو عجبك الفيديو دوسي لايك واشترك في القناة وفعل الجرس اللي يصلك مني كل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته